دكتور إبراهيم جباية اليوم رح يفيدنا بأحدث التقنيات لزراعة الشعر ورح نغوص أكتر بتفاصيل هالتقنيات ومين بحاجة لأله وخاصة السيدات معك دكتور أهلا وسهلا فيك بونجور سهلا شكرا شو أخبارك I'm good ماشي الحال الحلو بالموضوع أنه فيه تقنيات حديثة بدون جراحة لأنه تعرف الجراحة بيخافوا منا كتير من السيدات والرجل اليوم رح نخصص أكتر هيد الفقرة للسيدات حسب ما حكينا أنا وياك قبل دكتور فينا نحكي شوي عن التقنيات الحديثة يسر هلأ نحن نبلش أول شيء بموضوعنا نحكي بشكل موضوعي عن قصة تساقط شعر عند النساء يلي هو شيء بآخر كم سنة كتير صار موجود أكتر يعني هلأ بيجي معدل الأعمار يلي منشوفها بالكلينيك لنساء عم تتساقط شعره صار يبلش من 18 سنة قبل كنا نشوف ناس من 25 وتلوع سبب هيدا أكيد متشاعب وإله كتير أسباب ولكن خلينا نبلج من الأسباب العامة طبع تساقط الشعر عند النساء تساقط الشعر عند النساء طبعا بالدرجة الأولى هرموني عند البلوغ هرمونيات الذكرية بتعلها وفي ريسابتر أو تلقي معين للشعر الموجود بالمطقة العلوية من الرأس فبيبلش هيدا الشعري يتساقط شوي شوي ويدهور شوي شوي لما الصبي صير عم رب بين العشرين وثلاثين بتلاحظ انه هيدا منو شعري أنا هيدا هيدا نص شعري اللي كان قبل وبتجي بتقول أنا يا دكتور كان يتساقط شعري شوي أو ما كنت شوفه عم يتساقط وفجأة صار هيك بهاك حالة نحن وين منبلش منبلش بالأسئلة العامة اللي هي تو إكسكلود أو لنلغي الأسباب اللي نحن أول شي بنا نتأكد أنها مش موجودة يالي هي الرأم واحد الاسترس الاسترس اللي هو فيكون نفسي وفيكون استرس موجود على الشعر بحد ذاتها بتبلش استرس الشعر ببلش أول شي من حرق الشعر حرق لأنه كتير منهم بيستعملوا البيبليس وبيمالسوا شعرهم كتير وبينزلوا عند الكوافير كل فترة الكاراتين وكل شي ستريتنينج تريتمنتس هول كتير من الشعر بيحرق الشعر وبيضر الشعر صح أوكي عندك العملات الجراحية فقر الحديد الفيتامين دي ديفيشنسي حتى الماجنيزيوم الزينك العملات الجراحية حتى الموضعي البنج العام وفي أشياء تاني مثل الغداء الدراقية ثايرويد ديزيزيز وكتير من الأشياء اللي فينا نعملها فحوصات ونتأكد أنه هالصبية أو هالمرأة ما عندها هيدا المشاكل إذا عندها واحدة من هول مشاكل منتجه للعلاج منشوف شو هي المشكلة وفينا نعالجها وعادة لما يكون هاي هي المشكلة يعني تساقط الشعر فينا نعكسه الشقة التانية لما يكون هولي مش موجودين وفي تساقط شعر بباترن أو بشكل معين يعني بيبلش بمقدمة الراس وبيبلغ وبيرجع بروح الرجوع بنص الراس بقلب الفرق إذا بدك طبعا اللي عنده نيان نساء بالنص هون لما نشوف هيك نوع تساقط وما في تساقط حادي يعني هي ما عم بتشوفك اليوم يوقع 200 شعره منه يوقع كم شعره كل يوم؟ هيدا التساقط الشعر اسمه تساقط ويراتي بالإنجليش أندروجيناتيك ألوبيشيا أو فيميل باترن بولنس بهيك حالة تساقط الشعر الوراتي يوم بيبلش بناعرف أنه هيدا شيء هيكفي معه يعني توصل لحالة الصلع خلاله مش النسوان ما بيصلوا على الآخر مثل الرجال ولكن فيهم يوصل لدرجة كتير سيئة بالتساقط الشعر أهم نقطة والمفتاح للحل هو أنه نحن عبكير نقدر نعالج نعالج مش نشخص هذه المشكلة بس نشخص هذه المشكلة بقى تفهم الصبية أنه أنت بديك تطلق مواصبة مش بس على قصص التجميل وعلى تنزل عند حلق الشعر كمان على 380 الشعر لأنه إذا اليوم ما وقفنا هيدا المشكلة هتكفه هيدا المشكلة يوم من بلش العلاج يمكن الشعر ما يرجع لورا مثل مكان ما يرجع يتحسن مثل مكان يتحسن شوي بس على قليلة فينا نحافظ عليه أنه ما يتدهور أكتر من هيك بهيك حالات أكيد زراعة الشعر فيها تكون حل وفيها ما تكون هي الحل أو فيها مثل مقلة ما تكون الحل يمكن تستعمل أدوية معينة بس بس دكتر أحب بس أخذ هاي غون تعليقك عن الأدوية وفي قبر كمان نعرف فيها لتنمي الشعر إنت معه أو بتحس أنه مقلون فايدة حسب شو السبب الأساسي إكزاكتل هلأ جوابتيا سو حسب شو هو السبب إذا السبب أي شيء سترس على الشعر عمين حتى أكيد الفيتاميس بتساعد القبر بتساعد القبر بتساعد قبر القبر بلاتلترش بلازما بتساعد هون خلينا نحكي ديقة نحكي عن البي أو بلاتلترش بلازما هي علاج منسميه بالبلازما بالعربي حلاج نستخلص من الدم جزيئات معينة هي بلاكات الدم مع شوية من البلازما اللي هي إذا بديك الليكود أو الماء اللي بيدوب فيها الدم ومنحقنه بأي منطقة بدنا نعملها ريد جينيريشن أو إعادة تأهيل بالأساس كانت نعمل للعظم وللجلد وسارت بدنا نعمل للشعر القصة بالبي ار بي أنه هي منا منتج منجيبه ومشيكه للبيشنس هي بتتصنع بقلب الكلينيك لذلك مش كل شخص عم يعمل بي ار بي بي يعملها مثل غيره فكل الكلينيك بدأت تكون مخصصة بتساقط الشعر عند العالم ليقدر يعملوا جود بي ار بي القبر جيدة بس لازم يكون في سبب معالج إذا عندنا نحن تساقط شعر ويراتي لو أخدت عشرين سنة فيتاميز ما رح تستفيد صح بنرجع شوي لزراعة الشعر هل هي مضمونة والسؤال أكيد البديهة الكتاري بيسألوك الشعر هتكون شكله طبيعي مثل الشعر الطبيعيه خلينا نشوف فيديو الكيس منعرف هيك بقدر اشراح اكتر عن هذا الموضوع هيك منشوف بالصورة سواء هيدا الفيديو قدامنا صبيهة عمر ثلاثة وعشرين سنة يعني هل عمر المبكر هلأ هاشرح عن كل شيء هذا الموضوع ألف ومئتين جرافت زرع النال يعني ألف ومئتين يونت صبيهة هون إذا منلاحظ شعر كتير سميك ورا وهي أساساً مثل ما أنا بعرفها منيه هاي الصبيهة ما عندها تساقط شعر بالعيلة يعني عيلتها ما فيه يعني ما فيه رزق أنه تخسر شعره اللي ورا ولذلك فينا نقوم به عملية تقريب خط الشعر ونرجع نسمك هيدا هو الخط منحلق بهذه الطريقة لما بنا نعمل البروسيدجر أوكي وهي النتيجة بتصور هيدا أنا أخذها بعد 14 شهر من العملية منلاحظ الشعر اللي قدام هلأ بفيديو لما نكون عم نمشت بلاحظ بشوف الشعر مثلا طوله بس بعده سبعة أو ثمانية سنتي الشعر الجديد ورا سوى مثل هيك كيسات ياس فينا نزرع شعر ولكن لما يكون تساقط الشعر أو خفية الشعر عم بتصيب كامل الراس فلا هون بدنا نتجه للعيج وزراع الشعر مش إنه ما بتنجح حتى هي ضد هي غلط تنعمل أوكي ممنوع تنعمل زراعة الشعر بس لتكثيف هيدا غلط لأنه بمجرد ما بتنجح حتى لو انعملت تنجح لسنة أو سنة ونص بس وبعدها بيرجع بتصاقط الشعر مش المزروع الشعر القديم لأنه أنت عم تجي تشتغلي بأرضية أو براس أورادي مصاب بمشكلة عم يتصاقط الشعر فيه بديك تحل المشكلة مش بديك تخبيع خبيتيها لفترة معين وعم يوقع بعده الشعر القديم تبدأت جباعي بأول هون عم شوف بعد 14 شهر مثل ما قالت بس أول كم شهر بيبين الشعر مثلا غير طبيعي أو ما بتلاحظ عليهم السيدة أوكي بالنسبة للعزيرات الشعر عند النساء هي اللي بيهتموا فيها لأن نتيجة ما هنحكي عنها وهيك إدام عينك بس الفكرة ريكوفيري وايس بعد العملية بيكون الوضع رجع طبيعي بالنسبة للبيشنط يعني كل شي ما نبين أي أصل العملية ولكن أكيد نبين شوي أنه محلوق الشعر منهم مثل ما شفنا بعد عشرة أيام بيكون ما في قشرة ولا شي بيكون في شعر بكامل الجبهة وعم يطول طوله تقريبا صانتي بيضل يطول يصير لشهر بعدين هذا الشعر بدي يوقع وهون هن هو الشهرين اللي بقى تصبر عليهم يعني من بعد شهر بقى تصبر بعد شهرين سوى أول ثلاثة شهر من العملية ما في حيكون هالنتيجة روعة رابع شهر بتبلش النتيجة وبين ثامن شهر و سنة بتاخد النتيجة الكاملة نعم في إجراءات لازم تتبع بعد زراعة الشعر يعني لازم تنتبه لون أول أربعة عشر يوم بنتبه من المنطق المزروعة نكون كتير دالك كتير هيك نعمين معه ما بدنا نضرب راسنا ما بدنا نفرق بقوة ولكن بالمجمل العملية هلأ بهذه الأيام صارت سوبر هينة القصة الوحيدة الكونسيرن عند النساء أنه بدون شوية حلقهم من شعراتهم لنقدر نستخر الشعر بدون جراحة ومنا مؤلمة والشعر بيتاخد من هون من صح العملية بيتاخد من خلفية الراس الشعر وعشان هيك أهم شيء يعني يكون الشعر بالحد ذاته جيد شعر جيد بيعمل عملية منيحة وتخطيط جيد بيعمل عملية منيحة بالنسبة للعمر سألتيني ما بهم العمر قد ما بهم الكيس واحدة يمكنك عمره أربعين سنة هون شوفنا تلات عشرين مثل ما قالتني دكتر استغربت يعني ممكنك عمره أربعين ويكون شعر أحسن أسوأ منه وما قدر إزرع له بس فيكن عمره تلات عشرين سنة وهي شيء زي كاديدات ولهيك كتير الناس يسألوا على التليفون أنه بدي أعمل عملية زراعة شعر بدي أجي أحشز عملية زراعة شعر أو بدي أعرف تكلفة على التليفون بكل هول مواضيع بدأت يجي البيشنط على الكلينيك عن طبيب المختص إلا أول شيء هل حتى فيك تزرعي ولا لا لأنه هي منا لعبة زراعة الشعر زراعة الشعر الناشحة بتنبسط فيها الصبية طول حياتها وزراعة الشعر الفاشلة بتدل طول حياتها عم تندم عليها وما فينا نصحح إذا كانت قليل ما نقدر نصحح وخاصة إذا في تساقط ويراته طيب دكتور آخر السؤال قبل ما ننتقل للزراعة الحواجي بس بشكل سريع إذا كانت المنطقة كتير كبيرة من تساقط الشعر عند السيدة بتصير بجلسة وحدة زراعة الشعر لكن ما هو لما يكون المنطقة كبيرة معناتها بدنا نعالج بالأول وفينا نعمل على كذا جلسة بالمجمل كمان بدي أطمن العالم أنه كمان فيها علاجات كتير جديدة حتطلع المشكلة فيها أنه بعد أندرستادي موجودة بكم محال بالعالم ها قدرين نجيبها على لبنان ولكن تكلفتها بعدها سوبر عالي وهي بتعتمد على الخلايا الجزعية عم بصير في دراسات على كل حال على استمسال كتير بآخر أربع خمسة سنين كتير صار في دراسات وصلنا لقصة يعني تطبيقية بروتوكول زمعيين فينا نعملها من الدهن ومن مطارح تانية ندرنا نستخلص هذه الخلايا الجزعية وبدأ بدأ بدأ ثلاث أربع سنين بتكون صارت موجودة وزراعة الحواجب ناشحة مثل زراعة الشعر أو حسب كمان زراعة الحواجب طبعا هي شغلة كتير جيدة بأثر عليها كم شغلة بصراحة لكي هون أول شيء قداش الحاجة بعضه طبيعي من بعض التاتو نوع الشعر هل هو كيرلي ولا ستريت أكيد دايما من أفضل يكون ستريت ومن أفضل أبدا ما تكون ما يكون في شعر أبيض من لما نزرعها لأنحنا أكيد من نتبه ما منشيل الشعر الأبيض بس هذا الشعر الصبي يعني مدام بتكون تحت الخمس سنين سنة لأننا زراعة الحواجب بشكل جيد والعمل يغير مؤلم وسريعة وأكيد في ناس من قلهم لا ما تزرعوا حواجب ما بتنجح وأكثر الناس من قلهم يسفيهم تزرعوا شواجب حواجب وبتنجح بس أكيد أول فترة بيكون شكل المزعجي يمكن شكل الشعر دكتور صح لك هلأ بهال أيام نو 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 نعندك بعد سابع يوم ما فيك تعرف أنه كانت عاملة عملية أصلا يعني أهية من زراعة الشعر أوكي والحلو أنه منقدر نغطي بالتاتو صح أكيد بس المشكلة بالتاتو دايما التاتو بيكون غامق يعني أد ما حطيت شعر فأو بدي يدل يبين هلأ أحسن يمحوا شوي يرجعوا يعملوا زراعة شعر إذا تم حايمة أوبشن أو ما زبطت ساعته ممكن تعوز جالستين للزراعة وكمان سهل العملية يجيب منا بقلبي بسيجر هيني بنج موضعي ما فيها ألام ريكافري هيني نعم دكتور ابراهيم جباعي شكرا لألك يعني بالفعل قد ما منحكي عن هالموضوع ما منخلص لأنه في حالات كتير بعرف أنه في كت سألنا بس إن شاء الله بحلقات قادمة نحن ناخد فكرة واضحة أكثر عن هالموضوع شكرا لألك معنا دكتور رح ننتقل لفقريت من جوا وبرا مع دكتور نادا سويدين